اشتركوا في القناة المتواصلة في خدمة الوطن متمنيا له كل التوفيق والسداد في اداء مهامه الدبلوماسية الجديدة لتعزيز وتنمية العلاقة التاريخية الوثيقة وتطوير مجالة التعاون الثنائي التي تجمع بين البلدين الصديقين كما كلفه جلالته بنقل تحياته الى فخمة رئيس ايمانويل مكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وتمنياته الطيبة لشعبها الصديق بتحقيق المزيد من الرقي والتطور من جانبه اعرب سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عن بالغ شكره وتقديره لجلالة العاهل المعظم واعتزازه بهذه الثقة الملكية السامية مؤكدا انه سيواصل الجهود لتوثيق اواصر التعاون وروابط الصداقة المتميزة مع الجمهورية الفرنسية